أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع وذلك بتنصيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من وطأة التدعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها مع العالم في الفترة الحالية رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتداء وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقارات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها كما تطرق مدبولي أيضا للزيارة التفقدية للرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في تأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية في اختيار الطلاب يمكن الحقيقة طبعا جزء لا يتجزأ من هذا العالم وتتأثر بتدعيات الأزمة القاسية جداً من اللي إحنا كلنا أكيد بنتابع يعني تطوراتها وتدعياتها على مدار اليوم والساعة على مستوى العالم كله ويمكن الحقيقة يمكن أن النهاردة حابب أن إحنا وإحنا بنتكلم مع بعض عايز أتكلم على إطار مستويين مستوى يعني رؤية الحكومة إيه وهي بتتعامل مع الأزمة دي وهل الحكومة في خطة لديها وبتتحرك في إطار هذه الخطة ولا لأ والحاجة الثانية إحنا بنتحرك إزاي علشان نوفر كل الخدمات اللي المواطن محتاجها وبنتعامل إزاي مع الأزمات اللي ممكن كل شوية بتظهر في إطار ممكن أن يبقى فيه ارتفاع بعض الأسعار لبعض السلع أو اختفاء حتى بعض السلع من حين لآخر وإزاي إحنا بنتعامل في هذا الشأن لكن خلينا تكلم في الأول في إطار رؤيتنا إحنا كحكومة بنتحرك إزاي في هذه الفترة ويمكن أنا حابب أن أذكر حضراتكم بالمؤتمر الصحفي اللي الحكومة عقدته في منتصف مايو العام الماضي العام الحالي أنا آسف لما بدأنا وكان ده بناء على توجيه فخامة الرئيس تتذكره في مؤتقة في إفطار الأسرة المصرية في رمضان إن الحكومة تعقد مؤتمر وتعرض فيه رؤيتها هتعمل إيه في إطار الأزمة الكبيرة اللي كانت موجودة بالفعل إحنا في 15 مايو عملنا هذا المؤتمر وأعلننا ساعتها عن مستهدفات إحنا كدولة بنستهدفها على مدار عام إن إحنا ننفذها